الهجرة اللي كانوا الشباب يهاجرون إلها عندك فكرة يمكن الإستاذ ما يكون في معترك مكان معين بين دولتين مثل ما صار في ما نذكر الأسماء طيب في قريب على روسيا يتحول إلى ضحية من ضحايا الإتجار بالبشر يتحول إلى ممكن يضطري بأحدى أعضائه الكلة والقرانية والقزحية والآخرين سجلت على أنه الهجرة للشباب خارج العراق استغلت من قبل دول معينة أو جهات معينة ببيع أعضاهم بشرية كأن تكون عصابات مثلا نحن كحالات فردية يعني حالات يعني معدودة مو كثيرة ولكن بالمناسبة هاي فرصة طيبة أن ننوح عن موضوع مهم وهو تجريم سيتم طبعا تشريع قانون أو أعد إلى مسودة قانون يجرم عندي حدث لك عن القانون بس خليني في موضوعي لا لا مقانون زراء الأعضاء الآن سيتم إضافة مواد ونصوص على قانون المكافحة تجار بشر تشمل تجريم كل من يقوم بتهريب المهاجرين نعم لأنه هو يبدأ بالبداية مهاجر طبيعي يحط فعل مبلغ لصاحب الشركة وإرادته محظة إرادته وإذا يتحول أثناء هاي الرحلة للهجرة يتحول إلى ضحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر